هتكلم عن خمس نصائح مهمة جدا هتساعد على علاج مشكلة مرض السكر وكمان المساعد على الوقاية من حدوثه وتجنب حدوثه اول حاجة من الحاجات المهمة التقليل الوزن زيادة الوزن من الحاجات المسببة لمرض السكر وكمان مشكلة مقاومة الانسورين اللي بتؤدي لحدوث مرض السكر من نوع التاني فبالتالي لو نزلنا وزننا من الحاجات اللي ان شاء الله هتساعدنا على تجنب حدوث مرض السكر والوقاية منه وكمان هتساعد على علاج مرض السكر من نوع التاني ثاني حاجة الاهتمام بممارسة الرياضة وأفضل الرياضة هي المشي نصف ساعة خمس مرات في الأسبوع أو ثلاث لخمس مرات من الحاجات اللي حتساعدنا بدرجة كبيرة جدا العلاج مرض السكر من نوعه التاني وتقليل السكر وكمان حتساعد على الوقاية من حدوث مرض السكر ثاني حاجة الاهتمام بالخضروات الورخية والفواكه والخضروات اللي فيها ألياف لأن الألياف من الحاجات اللي هي دور بتقلل من ارتفاع السكر رابع حاجة الاهتمام كمان بالنوم جيدا وتقليل الصهر تقليل الصهر من الحاجات المهمة جدا والنوم 8 ساعات بيؤدي الى تحسين وظيف الهرمونات في الجسد الانسورين بيشتغل كفاءة ويود السكر للخلايا بتاعته والجسم يستفيد منها بصورة طاقة وكمان ان الصهر بيؤدي الى التوتر وممكن الواحد يبدأ يتناول اكلات فيها سكر كتير فمهم جدا النوم 8 ساعات بالليل والنوم جيدا خمس حاجة تقليل السكر الابيض والدي الابيض والسكريات والحلويات والدهون والاكلات اللي هي السريعة لان ده بيثبت تخزين الدهون في الجسم والمقاومة الانسورين ويؤدي مع الوقت الحدوث مرض السكر من نوع التاني فتقليلهم قدر الموسطاع والاهتمام بتعام صحي مهم جدا حيساعدنا في علاج مرض السكر نبدأ نتناول خضروات نبدأ نتناول فواكه المروتيني بقى مشوي او مصلوق نكتر من الالياف من الحاجات المفيدة جدا موسيقى